اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التاسعة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع خصائص الطبقات Layer Style أو Blending Option لو فتحنا ملف جديد من File New بمقاسات 1000 بيكسل في 350 بيكسل مثلا ودقة 270 نظام اللوني RGB من أداة الكتابة نضيف نص مربع نص وليكن عالم بها الاحترافي ممكن هذا النص نزيد بحجمه 130 ممكن أنه نقلص بارتفاع المربع نلاحظنا على اليمين من صندوق الطبقات أنه راح تكون طبقة خاصة بهذا النص طبقة الكتابة طبقة الكتابة طبعا لو ضغطنا Double Click في هذه المنطقة في الفراغ يعني مو Double Click على الصورة ولا على النص في هذه المنطقة في الفراغ Double Click راح تظهر نافذة اللي هي Layer Style خصائص الطبقات أو Blending Option طبعا هذه Blending Option بيها مجموعة خيارات راح نركز على جزء من عدها في هذا المستوى والجزء الآخر راح نتناوله في المستوى المتوسط إن شاء الله والمستوى الثاني من تعليم برنامج Photoshop أول خيار هو Drop Shadow طبعا لتفعيل Drop Shadow أو الظلال الخارجية من خلال النقر Click على علامة الصح داخل هذا المربع وليظهار خيارات لDrop Shadow نقر Click على كلمة Drop أو نص Drop Shadow راح تظهر هذه مجموعة الاختيارات الخاصة بالظل طبعا أول شيء Blending Mode اللي هو دمج أو المزج نظام المزج واللي إن شاء الله راح نتناوله بشكل موسع في المستوى الاحترافي أو المتقدم طبعا يفضل إن يكون Multiply الدمج Multiply واللون أسود باعتبار إن الظل يكون بلون أسود Opacity هي نسبة شفافية الظل نسبة وضوح الظل طبعا كل ما يكون نسبة 100% كل ما يكون أوضح كل ما تقل النسبة كل ما الظل يكون أقل طبعا حسب الحاجة هنا أنقل الزاوية لي هي زاوية سقوط الضوء زاوية سقوط الضوء على الجسم حتى يخرج الظل ودائما يكون الظل هو عكس الظاوية يعني هسن الاتجاه هنا إلى الأسفل الظل راح يكون إلى الأعلى ضوء من الأسفل الظل راح يكون من الأعلى طبعا دائماったظل هو عكس اتجاه الظل طبعاً هنانا الزاوية ونقدر نكتب الزاوية بشكل يدوي ونقدر نتحكم بيها من خلال المقبس السلايدر هنانا Use Global Light المقصود بي هو استخدام Light موحد يعني لو كان عندنا أكثر من شكل أكثر من نص لو وضعنا ظلال لهذه الأشكال سيكون اتجاه موحد للظل يعني استخدام مصدر إضاءة ثابت ويفضل استخدام هذا النوع حتى يعطي واقعية للظل الخيار Distance المسافة هي مسافة الظل عن الجسم أو عن الشكل أو عن النص مسافة الظل ويفضل أن لا يكون المسافة أو تكون مسافة بعيدة يعني مسافة متوسطة ولا قريبة جداً بحيث لا تكاد ترى هنا سبرايت اللي هو الانتشار انتشار الظل يأما يكون بسيط يأما يكون سميكي وليكن بهالانتشار Size اللي هو نسبة توهج الظل نسبة البلور الخاصة بالظل وطبعاً لو كان Size صفر انه البلور يكون صفر أو معدوم واذا كان Size كبير التوهج يكون كبير ويفضل أن يكون يأما صفر يأما نسبة قليلة حتى يكون الظل جميل طبعاً نكتفي بهذه الخيارات فيما يخص ال Inner Shadow ال Inner Shadow هو الظل الداخلي وطبعاً بنفس تماماً نفس خيارات لDrop Shadow تماماً نفس الخيارات Outer Glow هو المقصود بتوهج خارجي للشكل أو النص أو الجسم طبعاً هنا عدنا Blending Mode يفضل أنه نختار Normal نلغي Screen ونختار Normal ومن هذا الخيار نختار اللون لون التوهج مثلاً راح نختار توهج أصفر ومثل ما نلاحظه هنا صار عندنا توهج أصفر وطبعاً حتى نتحكم بالخيارات لازم نضغط على Inner Glow عفواً Outer Glow وطبعاً هنا عدنا Opposity اللي هي نسبة شفافية التوهج والNoise اللي هي التشوه النويز أو التشوه أو الضجيج المقصود بها التشوه مثل ما تلاحظون أنه لما نختارينا نويز مئة بالمئة لاحظوا أنه اللون راح يكون بشكل مشوش التشويش أو التشويه Sprite اللي هو نسبة انتشار الظل نسبة انتشار الظل مثل ما تعلمنا بـ Drop Shadow والSize اللي هو نسبة التوهج نسبة التوهج طبعاً Inner Glow بنفس اختيارات Outer Glow ولكن هنا راح يكون التوهج إلى الداخل طبعاً أيضاً نختار Normal واللون ممكن أن يكون أصفر وممكن أن size يكون بشكل أكثر وليكن بهذا size تمام Bevel Bevel اللي هو المقصود بـ Bevel المقصود بـ هو الانتفاخ أو لجعل الجسم ثلاثي الأبعاد يجعل الجسم ثلاثي الأبعاد مثل من الخيار softing ممكن أنه يكون صفر ومن depth ممكن نضيف عمق للشكل طبعاً لاحظ هنا أنه الشكل غير واضح أو الانتفاخ ثلاثي الأبعاد غير واضح بسبب أنه Inner Glow موجود وبسبب أنه اللون أسود فلما يصير عندنا انتفاخ بسبب الظلال ظلال انتفاخ ما يبين عندنا اللون يعني هس لو يجينا غيرنا اللون طبعاً من أداة T واختار هنا مثلاً برتقالي موافق ونرجع إلى Blending Mode ومن ال Bevel نختار size إذا تلاحظون إذا تلاحظون أنه الشكل الشكل هنا أصبح ثلاثي البعد وكأنما شكل 3D وطبعاً أيضاً نقدر من خلال size نتحكم بمساحة البعد ومن خلال depth نتحكم بعمق البعد تمام طبعاً نأخذ مسافات قليلة حتى البعد يكون واقعي طبعاً هذه الأمور كلها نأخذها إن شاء الله بالمستوى المتقدم مثلاً Color Overlay Color Overlay هي وضع لون تغيير لون للنص أو للطبقة بنسبة معينة ممكن أن تكون 100% وممكن أن تكون 50% وهكذا بنسبة معينة مثلاً سأختار أنا هذا اللون اللي هو اللون البرتقالي مثلاً Gradient Overlay Gradient هي وضع تدرج للطبقة سواء كانت نص أو شكل طبعاً من خلال opacity اللي هي نسبة Gradient من خلال Gradient نقدر نغير الألوان ومع ملاحظة إنه Gradient لا تعمل مع تفعيل Color Overlay يجب أن نلغي Color Overlay وبعدين نفعل Gradient طبعاً نضغط كلك على هذا الخيار وعدنا هذا الصندوق أما نختار تدرجات جاهزة هذه تدرجات ممكن نستخدمها بشكل جاهز أو نقدر نضغط كلك على النقاط هذه النقاط ومن Color نختار اللون اللي احنا ريده مثلاً أحمر كلك على هذه النقطة أو ممكن Double Click على النقطة وأختار اللون اللي أريده كلك على هاي النقطة وأختار اللون اللي أنا أرتقيه طبعاً بالمناسبة بإمكاني أن أضغط على النقطة وأسحبها إلى الأسفل تلغى هذه النقطة وبإمكاني أيضاً أن أضيف نقطة جديدة حتى أضيف لون لهذه النقطة مثلاً راح أختار البرتقالي مثلاً الأصفر مثلاً ممكن أن يكون البرتقالي أيضاً ممكن أن برتقالي ممكن أن هذه النقطة تكون أصفر ممكن هذه النقطة تكون أحمر أوكي وطبعاً أقدر أغير بالاتجاه زاوية الـ Gradient يعني أما يكون أفقي أما يكون عمودي أما ممكن أن يكون بزاوية معينة وطبعاً أدنا أنواء للـ Gradient إن شاء الله لما نشرح أداة الـ Gradient هذه الأداة راح تفتهمون بشكل أكثر تفاصيل الـ Gradient وقدنا راديو وقدنا أنجل وقدناها رفلكت ودائموند مثلاً هناك الراديو حيث هو دائري ولكن الآن أفضل اللينيار الخطي وكل واحد إلى استخداماته هذا فيما يخص الgradient overlay يعني متل ما تلاحظون أصبح عندنا شكل جميل نص جميل فيما يخص الpatrine overlay طبعا الpatrine overlay لا تعمل مع الgradient overlay حتى نقدر نفعل الpatrine overlay لازم نلغي الgradient overlay والpatrine overlay هي عبارة عن نقوش هذه النقوش ممكن أن نضيفها إلى الطبقة طبعا هذه النقوش ممكن أن نزودها نضيف إلى برنامج الفوتوشوب من خلال تحميلها من النت أو من خلال إضافتها على شكل بلاغين طبعا حتى نضيف من هذا السهم ومن على اليمين نضغط على هذا السهم ومن ثم نختار load battery بعد ما اختارنا load battery رح يطلب لنا لبرنامج مكان الpatrine طبعا بعد ما نحن نحملين هذا الpatrine من النت أو ماخذين من مكان معين ونختاره وload وبالتالي رح ينضاف أو تنضاف التأثيرات إلى هذه المنطقة أو لهذا الصندوق طبعا من اللي هو شفافية ومن scale اللي هو نسبة الحجم أو التحجيم ممكن أنه تكون قليلة ممكن تكون كثيرة حسب الحاجة هذا فيما يخص الpatrine overlay طبعا أنا رح أفعل الgradient overlay فيما يخص الستروك الستروك المقصود بها الإطار ولمن أضغط على الستروك أفعل علامة صحة حتى أطلع الخيارات لازم أضغط على كلمة ستروك طبعا من السايز أقدر أتحكم بحجم الستروك حجم الإطار إطار الطبقة ومن البوزيشين يأما يكون هذا الإطار طبعا يأما يكون خارج الشكل أو خارج الطبقة يأما يكون إلى الداخل يأما يكون وطبعا كل خيار إلى استخداماته من النورمال أنا مثلا رح أختار من النورمال نقدر نختار يعني نقدر نغير خيارات ومن الأوبوسيتي ممكن نقلل الأوبوسيتي الخاص بالإطار كولر طبعا يأما يكون على شكل كولر يأما يكون على شكل ومثل ما تعلمنا ممكن نضيف إطار على شكل أو ممكن يكون على شكل باترن ممكن نختار باترن وهذا البياترن ممكن أن يكون على شكل إطار ممكن نغير ونقدر نتحكم بالإطار طبعا لو كان Color نقدر نغير اللون من هذا الخيار وهكذا مثلا إلى اللون الأزرق هذا فيما يخص Blending Mode حتى نفعل هذه الخيارات نضغط على OK ونلاحظ أنه على اليمين رح يتوفر عندنا قائمة بالتأثيرات اللي إحنا استخدمناها على هذه الطبقة مثلا Drop Shadow, Inner Shadow Outer Glow مثلا أنه رح ألغي الستروك وممكن ألغي Outer Glow من خلال هذا الخيار طبعا أضغط على علامة العين وممكن أفعل Outer Glow وهكذا طبعا ممكن أقدر أعدل على هذه الخيارات من خلال Double Click على FX طبعا أقدر أروح على Drop Shadow ممكن أنه Size أخلي صفر وممكن أنه أبعد المسافة والانتشار ممكن أنه الأوبستي يكون بشكل أعلى ممكن ممكن بهالشكل ممكن يكون أجمل طبعا هذا الدرس لا يحتوي على تطبيق انتظرونا في المحاضرة القادمة الأخيرة في هذه المستوى بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر